بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أحييكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نستكمل أبناءنا في تلك الحلقة ما قد انتهينا عنده قبل ذلك في حديثنا عن نواصب الفعل المضارع نبدأ أبنائي لنصب المضارع بأن مضمرة شذوذا يعني ما معنى أن مضمرة شذوذا كنا تحدثنا أبنائي في نصب الفعل المضارع عن أن المضارع ينصب بأن مضمرة إما وجوبا وإما جوازا وكان للوجوب بعد فاء السابية وهو المعية أو التي بمعنى حتى أو إلا إلى آخر ذلك الكلام وكذلك في الجواز بعد نعم بعد لام الجري وبعد أو العطف أو الفاء أو ثم أو أو لكن الآن هل يجوز لنا أن ننصب الفعل المضارع في غير هذه المواضع نقول لك لو حدث ذلك يكون هذا هو الشاذ تعالوا معي نرى من خلال الأمثلة انظر هنا إلى قوله مره يحفرها خذ اللصة قبل يأخذك مره يحفرها هذا ليس جائزا لماذا؟ أنا نصبت هنا الفعل المضارع يعني أنا أسقطت الفاء هنا مره فيحفرها هذا يكون بالنصب يعني لما أسقطنا الفاء مفترض أننا نجزم أو نرفع أقول مره يحفرها أو يحفرها أم يحفرها إذن أقول يحفرها هذا بالجزم إذن النصب هنا بأي شيء إذن النصب هنا ليس له وجه ولذلك كان نصب المضارع هنا بأن مضمرة شاذا لأنه ليس من مواضع وجوب إدمار أن ولا من مواضع جواز إدمارها كذلك خذ اللصة قبل يأخذك قبل يأخذك الأصلا نقول قبل أن يأخذك إذن أنا حذفت أن هنا لماذا حذفناها؟ وحذفناها وأعملناها إذن نقول هنا إدمار أن هنا مع نصب المضارع في هذه الحالة هذا شاذ قول الشاعر هنا ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغع وأن أشهد اللذاتي هل أنت مخلدي؟ الشاهد هنا أحضر في رواية هنا عند الكوفيين هكذا بالنصب وهناك رواية بالرفع فلا شاهد فيها لكن تعالوا إلى النصب هنا لماذا هنا؟ نصبنا الفعل المضارع إذن نصبناه بأن مضمرة إذن إدمارها هنا هل من مواضع الوجوب؟ أقول لك لا طب من مواضع الجواز نقول لا إذن هنا إدمار أن ونصب المضارع في هذه الحالة هذا أمر شاذ لا يقبل منه أبنائي يعني هذا أمر يكتفى فيه على السماع ولا يقبل منه إلا ما رواه عدل من عدول اللغة يقول ابن مالك وشاذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روا مفهوم البيت أنه ينصب المضارع بأن مضمرة شذوذا في غير المواضع التي وجب أو جاز فيها إدمار أن لذا لا يقبل منها إلا ما رواه عربي فصيح ثقة عدل ولا يقاس عليه يعني يكتفى فيه بالسمع نأتي أبنائي إلى جزم الفعل المضارع كما تحدثنا عن نصب الفعل المضارع وانتهينا منه نبدأ حديثنا في جزم المضارع لكي يجزم المضارع لابد أن يكون مسبوقا بعامل من عوامل الجزم ولنا سؤال ما عوامل جزم الفعل المضارع قلت لكم إن عوامل جزم الفعل المضارع ثلاثة أولا الطلب وذلك بعد سقوط الفاء وقصد الجزاء وهذا تحدثنا عنه كما قلت لك مثلا اتقل لها تسعد هذا مجزوم وقلنا إن الجزم في هذه الحالة هو جائز يعني إذا وقع المضارع في جواب الطلب ما يجزم فعلا واحدا هذا هو النوع الثاني من جوازم الفعل المضارع وله أدواته وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر ممكن نقول لا الطلبية ولام الطلب يعني لنهية ولام الأمر ممكن نطلق عليهما الطلبيتان أيضا من جوازم الفعل المضارع الشرط وحد يقول كيف؟ لأن هناك أدوات تجزم فعلين تجزم الشرط وتجزم كذلك الجواب وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين منها ما هو أسماء كما نقول أسماء الشرط كما نقول في من وما ومهما وأي ومتى وأيان وأين وحيثما وأنا وهناك حرفان للشرط وهما إن وإذما إذن عرفنا أن عوامل الجزم ثلاثة الطلب وما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلينا تعالوا أبناء إلى ما يجزم فعلا واحدا من الأدوات ننظر إلى الأمثلة قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا كلمة تحزن هنا هذا فعل مضارع مجزون بلا الطلبية أو لا الناهية وعلامة جزمه السكون كذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا لاحظ هنا لا تآخذنا فلا هنا طلبية واحد يقول ناهية أقول له هذا صحيح ولكن هنا في الدعاء تقول لا تآخذنا هنا طلبية دعائية هذا أفضل وهذا أكثر أدبا إذن نقول هنا لا تآخذنا لا هنا طلبية تآخذ هنا مضارع مجزون بلا وعلامة جزمه السكون قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته إذن هنا لينفق اللام هنا هي لام الطلب أي لام الأمر كما بينا وينفق هنا مضارع مجزون باللام وعلامة جزمه السكون قوله تعالى ليقضي علينا ربك ليقضي لاحظ هنا ضي إذن هنا ضغط وياء يقضي أين هذه الياء حذفت لماذا لأن اللام هنا لام الطلب أي لام الأمر ويقضي مضارع مجزون باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا إذن لم هنا أداة الجزم ولم هنا أبناء لم ولما أداة جزم يتفقان يتفقان في ماذا يتفقان في الحرفية كلاهما حرف وكلاهما للنفي وكلاهما يعملان الجزم وكلاهما يقلبان زمن المضارع إلى المضي يعني لم يكن بمعنى ما كان إذا قلت لم أذاكر بمعنى ما ذاكرت لكن هناك فارق بين لم ولما سنقوله إذن لم هنا ماذا عملت نقول جزمت ذلك الفعل جزمت ذلك الفعل المضارع الذي بعدها إذن يكن هنا مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحد يقول أين الو هنا الأصل يكون أقول حذفت نعم تخلصا من التقاء الساكنين قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يدخل إذن يدخل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحد يقول أنا أقرأ ولما يدخل الإيمان إذن كسرنا هنا اللام أقول هنا ليس هناك عامل للجزم يكون بالكسر ولكن هنا الكسر هنا تخلص نعم من التقاء الساكنين سكون اللام لعامل الجزم بلم وسكون الألف واللم سؤال أفرق بين كل من لم ولما ما الفارق بينهما كيف تفرق أقول لك لم ولما يتفقان في الحرفية والاختصاص بالفعل المضارع ونفيه وجزمه وقلب معناه للمضي يتفقان في هذا نعم لكن هل هناك فارق بينهما أقول نعم هناك فارق بينهما يختلفان في أن لما يجب أن يكون النفي بها يعني الفعل الذي بعدها متصلا بالحال أي بحال النطقي ولا يجز انقطاعه عنه ويكون متوقعا حصوله في المستقبل يعني لو قلت لك لما تظهر النتيجة إذن هنا إلى وقت التكلم إلى الوقت الذي أتكلم معك فيه عن ظهور النتيجة لم تكن النتيجة قد ظهرت لكن ممكن بعد ثوان تظهر ولذلك نقول النفي بها يكون متصلا بحال النطق فقط ولا يتجاوزه إلى المستقبل يقول ابن مالك بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما مفهوم البيت الأدوات التي تجزم فعلا واحدا هي لن هي ولام الأمر ولم ولما سؤال ما أدوات الشرط التي تجزم فعلين ولما سميت بالشرط مع التمثيل لذلك تعالوا نرى أدوات الشرط أبنائي التي تجزم فعلين هي أسماء وحروف الأسماء هي من وما ومتى وأينما وأيانا ومهما أن حيثما وهناك حروف وهي إن وإذما إذن هذه أدوات الشرط سألن أكانت من الأسماء أم من الحروف وسميت بأدوات الشرط لأنها تدل على تعليق حصول مضمون جملة جواب الشرط على حصول مضمون جملة الشرط واحد يقول كيف ذلك لما أقول لك إن تذاكر تنجح إن تتق الله تسعد إذن يتوقف النجاح تتوقف السعادة على فعل الشرط إن تذاكر تنجح لا نجاح إلا بتحقق الشرط وهو المذاكر إن تتق الله تسعد لا تحقق للسعادة إلا بتحقق الشرط وهو تقوى الله يعني حصول الجواب معلق على حصول الشرط لذلك سميت بالشرط تعالوا نرى الأمثلة في قوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم به الله لاحظ معي أين أدات الشرط هنا إن وهي حرف أين فعل الشرط تبدو تبدو هنا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون والو هنا ضمير متصل مبني في محل الرفع فاعل أين الجواب إن تبدو أو تخفو يحاسبكم إذن يحاسب هنا هذا مضارع مجزوم أين عامل جزمه أقول لك إن معنى هذا الكلام أن إن جزمت فعلين فعل الشرط تبدو وجواب الشرط يحاسب وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون أيضا من أسماء الشرط قلنا من ومن يعمل سوءا يجز به إذن من هنا اسم شرط طيب ما إعرابه أقول لك هو مبني لكن له محل من الإعراب نعم محل من الإعراب هو المبتدأ من هنا اسم شرط مبني في محل الرفع المبتدأ يعمل هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون والفعل مستدر التقدير هو يعمل هو لأن من هنا تدل على نعم على ذات وقع منها قد يكون محمدا أو عليا أو إذن من يعمل سوءا إنسان يعمل سوءا يجز به كلمة يجز هذا هو الجواب والجواب في كلمة يجز نعم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العل لكن من هنا مبتدأ أين خبرها نقول على الأرجح هو جملة فعل الشرط جملة يعمل في محل الرفع خبر المبتدأ من أيضا قوله تعالى من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أين الشرط هنا الأداء من والفعل يرد والجواب يفقهه ما وهي تستعمل لغير العاقل أما من فتستعمل للعاقل وما تفعل من خير يعلمه الله ما تفعله إذن ما هنا هذا صحيح اسم شرط مبني في محل النص بما فعول به وتفعله هنا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون والوه هنا ضمير متصل مبني في محل الرفع فاعل يعلمه هذا نعم هذا هو الجواب جواب الشرط مجزوم إذن ما جازمه جازمه ما إذن علامة جزمه السكون مهما في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أين الشرط اسم الشرط مهما أين فعل الشرط تأتنا وأصله تأتينا إذن هذا مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة أين الجواب أبنائي هنا ها الجواب هنا ليس فعلا ولكن الجواب هنا هو جملة فما نحن لك بمؤمنين لكن هل هذه الجملة ستجزم أقول لك بالطبع لا ليس هناك جملة مجزومة ولكن الجملة هنا في محل الجزم جواب الشرط مهما إذن ما نحن لك بمؤمنين هذه جملة جواب الشرط في محل الجزم أي انظر إلى قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنة أين أداة الشرط أقول أيا وهي مفعول منصوب أين فعل الشرط هنا تدعو وهذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون والو فاعل إذن أين أبنائي الجواب الجواب هنا جملة اسمية كاملة فله الأسماء الحسنة له شبه الجملة خبر مقدم الأسماء مبتدأ مؤخر الجملة كلها في محل الجزم جواب الشرط أي قول الشاعر هنا متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي متى تأتيه الأصل متى تأتيه بالياء لكن حذفت الياء هنا لكن كيف نعرف ها كلمة متى أقول متى هنا اسم شرط مبني في محل النصب على الظرفية لأنه يدل على الوقت وكلمة تأتيه هنا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف حرف العلة لكن كلمة تعشو هنا أبنائي ليست جوابا الجواب هنا تجد متى تأتيه تجد وهذا تعشو هنا فعل مضارع وجملته حال لكن جواب متى هنا تجد خير نار متى تأتيه تجد إذن تجد هنا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون أيانا وهي للزمان أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن مننا لم تزل حذرا أيانا نؤمنك أيانا هنا هذا اسم شرط مبني في محل النصب على الظرفية نؤمن ها هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون والفاعل نحن والكافي محل النصب مفعول تأمن هذا جواب الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون أينما أينما الريح ها تميلها تمل لاحظ هنا أينما الريح الريح هنا أبنائي لا تكونوا فعلا للشرط ولذلك إذا وجدت أداة شرط بعدها اسم فهذا الاسم هو فاعل لفعل شرط محذوف كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت يعني كأن هنا السماء فاعل لفعل شرط محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت كذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إن أحد أي إن استجارك أحد فكلمة أحد فاعل لفعل شرط محذوف كذلك هنا أينما الريح فالريح هنا فاعل لفعل شرط محذوف تقديره أينما تملها الريح ففعل الشرط هنا محذوف وكلمة تمل هذه هي جواب الشرط حيثما وهي للمكان حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقم إذا كلمة تستقم هنا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم هي السكون ويقدر هي جواب الشرط وحيثما هنا اسم شرط مبني في محل النصب الظرف قول الشاعر هنا خليلي أن تأتياني وأن هنا من أدوات الشرط وهي اسم شرط أن في أي وقت زمنية خليلي يعني يا صاحبي يا خليلي فكلمة خليلي هنا أبناء مناد منصوب علامة نصبه الياء لأنه مناد مضاف خليلي الأصل فيه خليلين لي أن تأتياني تأتي أن هذا اسم شرط مبني في محل النصب على الظرفية تأتياني لاحظ هنا هذا فعل مضارع فعل الشرط المجزوم بأن وعلامة جزمه حذف النون وحيث يقول كيف وهو في آخره نون تأتياني أقول لك هذه النون أبناء هي نون الوقاية لأن الياء التي بعدها هذه هي المتكلم أينما تأتياني فهذه النون هنا هي نون الوقاية والفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والياء في محل النصب مفعول تأتيها هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل إذما وهي من الحروف كما قلنا قول الشعر وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا إذن أين الشرط هنا إذما هذا حرف مبني لمحل هنا الإعراب تأتي هذا فعل مضارع فعل الشرط ما نعم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة تلفي كذلك هو الجواب ومجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة يقول ابن مالك في أدوات الشرط واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أين أين إذما وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء فعلين يقتضي نشرط قدم يتل الجزاء وجوابا وسم يعني هذه الأدوات أبنائي هي أدوات تقتضي فعلين تقتضي فعلا للشرط وتقتضي جوابا للشرط وجواب الشرط لقب نعم بالجزاء مفهوم الأبيات أدوات الشرط الجزمة منها ما هو حرف كما قلنا إن وإذما ومنها ما هو اسم كما قلنا من وما ومهما وأي ومتى وأيان وأين وحيثما وأنا من أدوات الشرط ما هو غير جزم وهذه معلومة أبنائي هناك أدات كإذا ولو ولولا وكلما هذه أدوات تعطين الشرط ولكنها لا تجزم الفعل المضالع بعدها نأتي إلى الشرط والجواب تحدثنا عن أدوات الشرط وقلنا هي أدوات تقتضي فعلينا فعلا للشرط وفعلا للجواب ما الشرط أو ما الشروط الواجب توافرها في جملة فعل الشرط يعني إذا أتينا بأدات شرط وبعدها فعل شرط هذا الفعل له فعل يعني هذه جملة جملة الشرط هنا هل فيها شرط؟ نعم فيها شرط ما شرط هذه الجملة؟ حتى يجوز لنا أن نأتي بها في جملة فعل الشرط نقول أدوات الشرط تطلب جملتين كما وضحنا في قول ابن مالك الأولى منهما جملة الشرط والثانية هي جملة الجواب والجزاء وسميت بالجزاء لأنها تكون نتيجة للشرط ومترتبة عليه ويجب في جملة الشرط أن تكون مستوفية ستة شرط ما هي هذه الشرط؟ الشرط الأول أن تكون الجملة فعلية فلا تصلح الإسمية أن تكون فعلا للشرط ولذلك أنا قلت لك إن رأيت أدوات الشرط بعدها اسم فاجعل هذا الاسم فاعلا لفعل شرط محذوف لماذا؟ لأن التعليق في الشرط يكون في المعاني يعني في الأفعال ولا يكون في الذوات أي الأسماء إذن الشرط الأول أبنائي أن تكون جملة فعل الشرط أن تكون جملة فعل الشرط جملة فعلية وذلك لأن أدوات الشرط تختص بالأفعال ذلك لأن التعليق في المعنى يكون خاصا بالمعاني ولا يكون خاصا بالذوات أي الأسماء فإن قلت إن محمد نجح فإن الإسم محمد لا يصلح أن يكون هو الشرط إنما الشرط فعل محذوف تقديره نجحا كما قلنا إذا السماء انشقت فقلنا إذا انشقت السماء يعني هنا كلمة إن شقت ستكون مفسرة للفعل المحذوف كما أقول في المثال هنا إن محمد نجح فهنا محمد فاعل لفعل شرط محذوف ونجح المذكورة في الكلام تكون هي المفسرة لفعل الشرط المحذوف أن يكون فعل الشرط غير طلبي إذن هذا هو الشرط الثاني إذن الشرط الأول أن تكون جملة نعم فعلية الشرط الثاني أن يكون فعل الشرط غير طلبي فلا يجوز لنا أن نقول إن يعلم لأن نعلم هنا طلب وهو أمر أن يكون فعل الشرط متصرفا يعني ليس من الأفعال الجامدة فلا يصلح لنا أن نقول إن ليس أو إن عسى أو إن نعمة أو إن بئسة لأن هذه أفعال جامدة فلا تصلح أن تكون في فعل الشرط ألا يكون فعل الشرط مقرونا بقد يعني لو قلت إن قد تفهم فهذا كلام غير صحيح إذن شرط جملة فعل الشرط ألا تكون مقترنة بقد كذلك ألا يكون فعل الشرط مقرونا بالسين أو سوف فلا يجوز لنا أن أقول إن ستقوم أو إن سوف تقوم هذا كلام خطأ أيضا أن لا يكون فعل الشرط منفيا بلن أو ما يعني يصلح لي أن أقول إن ما تفهم أو إن لن تستقيم أقول لك ليس صحيحا يعني جملة فعل الشرط يجب أن لا تكون مقرونا لا بالسين ولا بسوف سين سوف قد لن ما اسمع معي لا تكون مقرونا بمن بالسين سوف قد لن ما بهذه الخمسة فإن فقدت جملة الشرط أحد هذه الشرط فسدت الجملة فلا تصلح أن تكون جملة الشرط إسمية ولا جملة فعلية فعلها طلبي ولا جملة ها نعم فعلها جامد ولا جملة مقرونا بالسين سوف قد لن ما لكن في الجواب مع رأيك أما جملة جواب الشرط فهي بنفس شروط جملة الشرط نعم لأن كل ما يصلح لأن يكون شرطا يصلح لأن يكون جوابا لكن لو فسد شرط من الشروط هنا في جملة الجواب فهل له علاج؟ هل سيستقيم الكلام؟ بهذا السؤال أبنائي نكتفي وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة حتى نجيب لكم عن هذا السؤال ونستكمل بقية الموضوع سعدت بكم شكرا لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته